المطيباتي الطيب بتاعنا اللي بيطبطة مع الناس عامل ايه؟ انا كويس انت عامل ايه كويسة؟ شفت القصص دي كتير سأه؟ اكيد طبعا شفتها كتير هو ايه ده؟ هو انا عاود اكبر وعلي فيه وابني معاه وفي الاخرى عامل فيه كده؟ ما هو عشان هو نرجيسي ونحط تحت نرجيسي دي الف خط اعرف مانين الراجل النارجيسي بقى كل الحاجات اللي هي حكيتها بتدول ان هو نرجيسي زي ايه؟ اول حاجة الشخص النرجيسي هو شخص بيفكر في نفسه بس ويشبع رغباته ونزواته فقط وبيخلف عادي؟ جدا يعني مش هقولك لأ العيال ممكن تاخد مني فلوس انا مش عزيز اطرف على حد انا عزيز اطرف على حد مش كده خالص هو عنده الكيان وعنده الاسرة لازم تبقى موجودة برواز اجتماعي برواز اجتماعي ومنظر اجتماعه قدام الناس بس مقابل ده انا الناحية التانية عيش حياتي زي ما انا عايز ولما مراتي تعترضني او تقول ان انت بتعمل ايه ابدأ اهددها ابدأ قلو ادراحها ابدأ افاهمها اللي انا بعمله ده حق من حقوقي واظلمها وممكن اقزيها نفسيا واجع عليها واكسرها بس المهم ان انا اشبع الرغبات اللي موجودة عندي بدليل ان هي بعد القصة الطويلة دي كلها لما طلبت منه الطلاق او ان خلاص بقى سيبني انت اتجوزت علي خلاص انت ما بتحبنيش وانت جوزت علي وعايش حياتك مع واحدة تانية وانت مش حاسس بالأذى النفسي او بالوجع النفسي اللي موجود جواي لا لا انا مش هسيبك انت ملكي انت بتاعتي ولو في يوم من الايام سيبتك هطلعك من الجوازة دي من غير اي حاجة ومن غير اي حق من حقوقك حتى المحفظة بتاعي ولا الهواء ممكن كمان وهي بتطلب الطلاق منه ممكن يقول لها اعمليلي ابراء عن كل حاجة موجودة هيعرف يعمل كده مش هاتونة عليه هي منهاش علاقة بقصة هاتون او مش هون هي بليها علاقة ان هو زي ما قلتلك هو شخص قناني بيفكر في نفسه عايز بيت ويفضل موجود والكيان والمنظر الاجتماعي وفي نفس الوقت انا الناحية التانية اعمل كل حاجة انا عايزها زي الفل بس الانسانيات يا داكتر ما هو الناس في الحتة دي هو ما بيفكرش بالانسانيات هو شايف ايه ان دا حقي انا عايز اعيش حياتي يعني ايه هو ما هو زي مطلق الستة التانية من جزها دا كان حق ما خراب هو ابتدى دخل تفتكر هو اللي خالتها عمل كده ولا هي بتهول عشان زعلانه هو عايز اقول لك حاجة ما هو ممكن فعلا يكون دخل في حتها في وقت كان بينها وبين جزها مشاكل طبعا اقول لك كلمتين حلوين زي اللي قصص اللي منشوفها اه وادها اهتمام وادها مشاعر داكتر حلو قوي ازاي يعمل في واحدة حلو قوي كده زيك يعمل لها كده بس دا يعلمنا حاجة يعلمنا ان هو لما بيكون حد في حياته بيمتلكه خلي بالك من النقطة دي يعني هو يعني حتى موظفين عنده قصدك ان هو بيمتلكها فهو يقدر يدخل في حياتها شخصية اه يعني مثلا هو دلوقات امتلكها الله ممكن يكون كان عارفها وهي كانت لسه العلاقة بجزها او في مشاكل بينها وبين جزها فلما دخل يا سالي وابتدى يديها اتمام ومشاعر هي طبعا فتحت الباب وده شيء غلط طبعا فابتدت يحصل الفجوة اكتر بينها وبين جزها وابتدت تشوف جزها وحش اكتر واكتر ويحصل مفور وهو الناحية التانية اللي هو بقى شخص اللي بديها الاهتمام والاحتواء بصي نفسك في المراية هتشوفي انت حلو قد ايه اه وابتدأ يعمل ايه كمان يعرف نقطة ضعف او الحاجات اللي كان جزها مش بيعملها وابتدأ يديها لها مش بيهتم بيكي طبعا انا هاهتم بيكي فهو دخل من الصغرات دي دخل من الصغرات وابتدأ اهتم بالتفاصيل لدرجة ان هي سلمت نفسها وممكن تكون انهت الحياة مع جزها مقابل ان هي تتجاوز الانسان ده وعلى فكرة ممكن تكون في الضلمة في الضلمة كمان ارخص نفسي قوي كده مع احترامي يعني للجميع ما هو فيه حاجة هي ممكن تكون لسه طلع منفصلة ومش عايزة او عندها اولاد اهلي اقول له اهلي وعيالي طيب ده ايه ده جواز ما هو جواز بس فيه ناس يقولك ايه ما هو فيه ناس الحب ده بالنسبة لهم زي نقطة ضعف يعني ايه يعني انا حبيته او مثلا اتعلقت به طبعا انا عايزة جون موجودة معاه الظروف الحوالية ما تنفعش ممكن تكون كانت منفصلة وليها طلقها ممكن لو عارف ممكن ياخد منها عيالها وحاجات كتير جدا فممكن لجأت لده بس في الاخر هي وقت كمان هي كمان شخصي يعني ضحية لشخص نرجيسي شكرا